بعد نحو ثلاثة أشهر من آخر حملة أمنية شنتها القوات الحكومية والميليشيات في قضاء الطارمية شمالي بغداد أطلقت الحكومة حملة أمنية جديدة في القضاء بحثا عن من وصفتهم بالمطلوبين أمنيا مصادر أمنية قالت إن تعزيزات جديدة من الجيش الحكومي وصلت إلى القضاء للمشاركة في هذه الحملة الجديدة التي تقودها الميليشيات الطائفية وعلى الرغم من إعلان حكومة لعبادي أن نصر على تنظيم داعش وانتهاء العمليات العسكرية منذ أكثر من ثلاث سنوات إلا أن تهم الانتماء لتنظيم داعش ما زالت مستمرة في تبرير إطلاق هذه الحملات المستمرة واعتقال السكان المدنيين وكانت عمليات بغداد نفذت حملة أمنية في نيسان 2017 أطلقت عليها اسم السيل الجارف في قضاء الطارمية بلغت الأمور ذروتها في شهر تموز من العام نفسه عندما قصفت الطائرات الحربية ما قالت إنها مواقع لداعش داخل القضاء حيث أدى القصف إلى مقتل عدد من السكان المحليين وفي حزيران من العام 2019 كررت الاتهامات ضد السكان بالارتباط لتنظيم داعش عقب إطلاق مجهولين الرصاص على دورية للجيش أسفر عن مقتل ثمانية من أفراد هذه الدورية حيث كشفت مصادر حكومية لاحقا أن إطلاق النار كان بسبب خلاف بين قوتين عسكريتين في القضاء وأنها كانت نيرانا صديقة وبعد مقتل العميد علي الخزرجي أمر اللواء 59 في الجيش الحكومي بنيران قناص في الطارمية تصاعدت الدعوات الطائفية بجعل الطارمية منطقة منزوعة السكان على غرار الوضع في ناحية جرف الصخر شمالي بابل الذي تسيطر عليها الميليشيات الطائفية بعد تهجير سكانها ورفض إعادتهم ملاحقة العناصر الإرهابية كانت هي الشماعة الجاهزة منذ العام 2003 للاستهداف الطائفي لسكان المحافظات المنكوبة ومواصلة سياسة التغيير الديمغرافي القائمة على قدم وساق منذ نحو ثمانية عشر عاما والتي يبدو أنها ستستمر وتتصاعد ما دامت الميليشيات هي من تحكم العراق بلا منازع